إلى أولئة داخرة مواليبو حيث يتميز النخير في مدينة مواليبو بحبل الثمار على مدار العام إذ لا يغب مشهد القاطنة عن المدينة في مختلف فصول السنة وتعود هذه الظاهرة حسب الفلاحين لأسباب متعددة نتابعها في السياق تقرير التالي عبر هذه المساحة الكبيرة ينمو النخير بشتى أنواعه وأحجامه بتنوع إنتاجه المستمر على مدى العام أمر يعطيه العارفون بنخيل نواذيبو تفسيرات مختلفة ومتبينة الولدة طبيعية ولا عندهم شيء من المناخ من الأرض التي هي عليها سمع حامرة وصافرة هذا الشيء طبيعي فيها إذن هنا هو يولد ثلاث مرات في نواذيبو مرتين واحدة طبيعية هي المناخ العلمي وذنتين خاص هو بهم الخصوبة الأرض وشحمة وزينا سمعتني هذا هو الخالق في ولاية نواذيبو ونخلو زين يخصو شوي ملة شلار هذا اللي تنقص الناس وتقول لك أنه ما يتمر وتقول لك أنه ما هو يتمر غير مشكلته للشلار مساعد لبداع هذه الحقه 18 فانتسين كده عاد فيه التمر هذا النخل عنده ظاهرة هنا أنا مال منه لنخلق بقى يغير بعد فيما يبدو لي على أنه ظاهرة صحية ما عنده مشكلة يولد ولا زينة ويولد في العام مرتين وهذه الأرض تبارك الله ذاك عنه هنا من جودة الأرض لأن الأرض هون أرض زينة والآن دار فيه شيء تبارك الله ما قام على حالة زينة ولا عنده مشكلة وتستفيد من هذا النخل أسر كبيرة على مستوى مقاطعة وذيبو ويلقى إنتاجه إقبالا كبيرا حتى قبل الحصاد أن نحن لكم منه شخصنا لأننا قام بقتل الهواء تباك الله نحن لقد قام بأنه غير طبيعي وتباك الله وأنا نحن بقى قد ربطة مل معنى تباك الله تباك الله نحن سألنا معنى الشخصنا يكون لديهم نوع التهديد يسميه النار شوي وانواع بينه مناخ وانواع مناخ نحن شوي وحنا ما يلاحق زمن طياب وطيب وان شاء الله وعمد وزين حتى لا ينشقى راك حالا الناس يجمع له الناس ما دخل لكا يطيب لا ينشقى الناس يجمع له ما دخل لكا طيب قا حتى الطياب نحن دوره وحنا نشروه بلح وقصبه بلح وقصبه بلداته وعلياته بيعوه فيه ويجري الناس وصعراتهم هم بيعوه له وتنشو ما اللي بي عنه وبين تفسيرات العارفين بالنقل هنا وما يجب أن يكون يبقى الثابت الوحيد هو أن هذه الظاهرة تختص بها نواذيبو لقناة الموريتاني عبدالله لزبير نواذيبو